انا اعتقد المعاملة اللي كانت لقياتها بعثة تاونشيب في برج العرب او منذ وصولها للقائرة في اداء المباراة الماضية كان لها التأثير المباشر في كل هذه المعاملة الطيبة اللي بتلقاها بعثة الاهل في بيتسوانا وده الحقيقة بيلفت نظرنا الى نقطة مهمة جدا حتى في صيغة المعاملة بالمثل انا شخصيا ما بحبش فكرة وانت نادي كبير او مصر دولة كبيرة في التعامل مع كل الاندية الافريقية الشقيقة او مع كل البعثات اللي جاية من كل الدول الافريقية فكرة ان احنا نفرض عليهم ان تكون المعاملة بالمثل المعاملة عمرها ما هتكون بالمثل في كثير من الدول الناس هي دي ظروفة وهي دي امكانياتها لما اي بعثة مصرية بتسافر تلعب في اي دولة افريقية فقيرة الناس ما بيبقاش فعلا هدفهم ولا اصرارهم على ان البعثة تنزل في فندق متواضع او ان المعاملة تكون فقيرة او ان الامكانيات المتاحة والمخصصة للبعثة من حسم لعب التدريب او مستوى حفلات التنقل للبعثة او مستوى الاقامة ما بيكونش ابدا هدفهم ولا حرصهم وضع هذه العرقيل اي ندر او فيما قل لكن بتبقى الناس هي دي ظروفة وهي دي امكانياتها فبالتالي مكانة مصر كبيرة في افريقيا مكانة النادي الاهلي كنادي القر او حتى كل الاندية المصرية الحقيقة يفترض ان احنا دايما وابدا نحاول نقدم لضيوفنا من اشقائنا في القر افضل ما نملك وبعد كده الفكرة مش في المعاملة بالمثل الفكرة انك انت لما بتعامل كل الافرقة او كل الدول الافريقية الشقيقة باسم مصر وقيمة مصر وقيمة النادي الاهلي مؤكد انك انت هتلقى نفس المعاملة بالمثل لكن اشتراط ان انا نزلت في فندو خمس نجوم هناك فمحتاج لازم ان نزله في فندو هنا خمس نجوم او العكس هي في الاخر حتى درجة الفندقة ومستواها مختلف من دولة لدولة او حسب امكانيات كل دولة لكن الاهلي الحقيقة عنده حرص دائم على ان تكون المعاملة لائقة باسم النادي وقيمة مصر عشان كده في اي مكان بتنزل بيه في بعسة